اشتركوا في القناة الى كل فاسد او مخالف او بلا انسانية برنامجنا هو حلقات الوصل من صوت المواطن الى كل مسؤول برنامجنا هو حلقات الوصل من كفاح الابطال الى كل اليائسين من استشارة الاطباء الى كل مريض من رجال القانون الى كل ظالم او مظلوم فهذه رسائل برنامجنا منا وإليكم هنفتح كل الملفات والقضايا الاجتماعية اللي بنتأثر بيها وبتأثر على بيوتنا هنقدم لحضراتكم كل معلومة نقدر نفيدكم بيها من مختلف التخصصات سواء طبية او قانونية او علمية كمان هنضيف وهنستضيف كل النجوم في كل المجالات عشان نستفيد من خبراتهم وتجربهم في مشوار حياتهم موضوع فاكرتنا الاولى عن الطفولة والاطفال طبعا مرحلة الطفولة من اهم المراحل الاساسية والحياتية في حياة الانسان واللي لا تأثير عميق على باقي المراحل العمرية وهي مرحلة الاساس اللي بيتعلم فيها الطفل ازاي يفهم ويفكر ويتكلم ويمشي وازاي يعبر عن احتياجاته ويستقبل كل المؤثرات المحيطة به كمان هنتكلم عن مشاكل النطقة عند الطفولة واسباب التأخر اللغوي كمان وهنتكلم عن سلوكيات الطفل السلبية واسبابها وعلاجها عشان كده معنا في الستوديو الدكتور سمر المصري استشاري أسري وأخصائي تخاطب والعلاج النفسي لدى الأطفال والمرحل أهلا مع حديثك دكتور في بداية حلقتنا كده عايزين نعرف المشاهدين ايه أسباب تأخر اللغوي أو الكلام عند الأطفال تمام أهلا بكم جميعا وكل الأمهات وكل المتابعين والأخصائيين اللي متابعيني أحب أتكلم الأول عن أسباب التأخر اللغوي تأخر اللغوي عند الطفل يعني طفل عنده حرمان بيئي تمام يعني إيه حرمان بيئي كل أم بتسأل يعني الطفل اتحرم من أنه هو البيئة تساعده أنه هو ينمو النمو الصحيح طيب يعني إيه بشكل أبسط وأوضح يعني الأم زوج وزوجة أب وأم لسه متجاوزين جداد وده بيحضل دايما عند الأمهات اللي لسه صغيرين أو لسه عندها أول طفل تبدأ الأم مثلا عايزة تشوف حاجات بيتها وتشوف مثلا الأكل والشرب وكلام من ده فتبدأ تسيب الطفل قدام أول حاجة بيعملوها يفتحوا التلفزيون تمام مشكلة كبيرة بدون ذكر أسماء طبعا القنوات قنوات اللي هي بتغني أغني الأطفال وهكذا بالمناسبة مع سؤال حضرتك هل الكرتون أو كرتون الأطفال ده بيساعد على النطق بسرعة ولا ده مشكلة كبيرة لا بص حنا كده لا موضوع تاني خالص بالأسف أنا اتكلمت بمعنى حديك فتحت بموضوع القنوات والكرتون والكلام ده فحبيت أن أنا أوضح للمشاهد النقطة دي تمام لأ أن الطفل يتعرض للغة استقبالية كتير يعني إيه لغة استقبالية أنه يتعرض للشات موبايلات يوتيوب على الموبايل يمسك في إيده تاب يشوف كرتون يتعرض لقنوات اللي فيها أغني الأطفال دي لأسف اسمها لغة استقبالية فتبدأ تلاقي ابنها بيدحك وبيهزر وبتاعه مبسوط ست شهور ده مش فاهم حاجة حلوة تسيبه بقى وتشوف هي اللي وراها خلصت اللي وراها تمسك الموبايل تقعد على الفيسبوك تكلم أسحابها على الواتساب وابنها من كرتون لكرتون ومن قناة لقناة خرجت الشارع ابنها عاية أو عاية شوية يبدأ نطلع من جبنا الموبايل فيبدأ التفل يتفرج على اليوتيوب ودي حاجة منشوفها دلوقتي غالبا فأغلب المواصلات أو حتى عند الأقارب والأهل إن كل تفل ميسك في إيده الموبايل وكل أب وأم 24 ساعة وحطين إنهم الطفل ده عنده حرمان بي إزاي إن ما فيش حد بيتكلم معي الطفل محروم من التواصل أنت كأم مش مدركة أهميتك تتكلمي معي إيه سبب حرمان والتواصل يعني إيه سبب انشغال الأهل عن الأطفال الأب والأم أنا مش هرمي العاطق على الأب إن الأب بطبيعة الحال بيشتغل أغلب الوقت بره البيت فبالتالي العاطق على الأم الأم مش بتتكلم كتير مع الطفل مش مديالهم سحته إنها تبدأ تعرفه ودي مروحة ودي استارة ودي قوضة وده دولاب وده سرير لا هي سيبقى قدام الكارتون متخيلة إن هو مبسوط كده وما بيزنش فالحياة حلوة طبعا هي صهرانة طول الليل فعايزة النهار يعدي إيه على خير فالطفل يبدأ يتعرض للغة استقبلية فبالتالي مفيش لغة تعبيرية الطفل ما بيتكلمش نبدأ نلاقي بقى الطفل عند سن السنة ما بيقولش بابا ومام نخش في سن السنة ونص بدأ يلمي كلمات بسيطة رغم إن أنا عايزة على سن سنتين يديني الطفل متين كلمة وده ما بقناش بنشوفه إن الطفل بقى عنده سنتين ويديني متين كلمة أقول لها بلاش خليه يديني ميت كلمة برضو بقى قولي السبب في إن الطفل عنده حلمان بي إنه مش متفاعل مع البيئة اللي حواليه حيطة 24 ساعة عايش في الشقة ما بيخرجش هو ومانطو ولا بيتفرج على التلفزيون أو فاتحاله اليوتيوب تمام طب إزاي نعالج بقى الموضوع ده نعالج بقى إن إحنا نبتأ أول حاجة إن إحنا نخرج الطفل نخرجه من محيط الأوضة أو الأربع حيطان أخذ إدن وأخرج الزيارات العائلية جماعة افتقدناها جدا 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 بقت كل يوم جمعة أنا فهما فيه عاطق على الأهل لتوفير الاحتياجات والشغل لكن الزيارات الخروج إنه الطفل ينطلق ويجري ويروح حديقة وإنه يروح يقابل أهله وإنه حرمان حتة الخوف من الحضانة الأغلب دلوقتي الأب والأم قعدة مثلا متزوجة في مدينة جديدة طبعا افتقدنا حتة النهاتة تتزوج في مرة مثلا مع بيت الأهل بقى المشاكل وكلام ده فلجأنا للزواج في مدين جديدة ما تخترتش بحد فبالتالي البيت مقفول عليهم يعني حاجة بتقولي إن الحضانة بتساعد بشكل كبير عن الموضوع طبعا الحضانة دي رقم واحد رقم واحد تفاول اجتماعي يعني التواصل للولد مش ملاقي في البيت بابدأ أقول رقم واحد هي جايلي مثلا ابني مش بيتكلم أو عن تأخر اللغوي رقم واحد بقول لنزلي حضانة بعدين تعليل مش هشتغل معاه إلا لما تنزلي حضانة بتأكد إنه نزل حضانة لأن هي رقم واحد في التواصل يتفاعل مع الأطفال رقم واحد في أي تواصل بلاس إن فيه نقطة تانية للتأخر اللغوي برضو بس سريعا كده إن انت تعرضي ابنك لفيديوهات بالإنجليش الطفل اللي عنده سنح يا جماعة حبايبي الطفل اللي عنده سنح وبتسمعيه أغاني بالإنجليش عشان عايزة تدخليه مدرسة لغات عايزة إذنك يتكلم باللغة الإنجليش ده بيعمل له اطراب لغة فيه أطفال حبايبي نش بقدروا يستوعبوا ده بيحصلهم حاجة عاملة زي الاتراب اللغة فبقاش عارف بابا وماما بيتكلموا بالعرب يخد وهات وتعالى وإطلع وينزل وبيسمعوني حاجات باللغة تانية ده بيعملوا تأخر اللغة إزاي نعالك ده بها النقطة دي بزي إن احنا بنمنع أن احنا نعرض الطفل على حاجات فيها لغة أخرى صباح إنجليش أو جيرمان أو بتأثر باللغات الأخرى قبل التلات سنين ما بدخلش لغة تانية قبل التلات سنين تمام حضرك فيه أطفال كتير وكمان مراهقية مش أطفال بس بيعانوا من التحتها أو اللدغة أو كمان قلة التركيز تمام إيه سبب ده نمسكها لأول حاجة حاجة إيه تحتها التحتها ديت لازم نتأكد رقم واحد إنه ما عندهش مشكلة في النفس إن الولد ما عندهش دقيق تنفس الصدر تمام ما عندهش أي حساسات أنفق حساسات صدر يبقى كده إيه ما فيش أي جانب عضوي يعني إنلجأ للطب الأول يجيلي بالضبط لازم رقم واحد بروح للدكتور أطفال وبكشف ما فيش أي مشكلة عضوية يبدأ نخش إحنا بقى القسم النفسي شغلنا بقى بالضبط طيب إيه هو دلوقتي ولد عنده تحتها رقم واحد أكيد الولد يا إما نام عنده مشكلة زعلان الأب زعل قدامه بصورة بشعة حضر خناقة أو خلاف ما بين الأب وبالأم تعرض شاف حادث مفجع قدام عينيه أو هو كان مدلل بزيادة وفجأة بدأ يعجبه فللأسف يصحى الولد تاني يوم لسانه تقيل دخلنا في التحتها طيب إيه أغربها الحالات اللي مرت عليك من الحالات دي؟ أغرب الحالات؟ أغرب الحالات والله حبايفي هم ولا كلها في نطق واحدة أنا عايزة ولا حضرتك يعني لهم كلهم حالات غريبة إحنا حاليا ما كناش بنشوف مثلا الإكلاليا الإكلاليا دي مش كان بتظهر مثلا الأطفال اللي عندهم تأخر لغوي أو اللي عندهم توحد إحنا بإيه ده بنشوف الإكلاليا؟ بتيجل كل أطفال اللي هي ترديد الكلام اللي هي المصادقة وترديد الكلام فأنا دلوقتي بشوف أن الأطفال أغلبها عندها حتة التأخر اللغوي بسبب إحنا تربينا إزاي؟ كنا بنشوف الكارتونيوم الاثنين والخميس تلات دقائق طب تعالجه إيه بقى؟ ما هو علاجه بقى أن إحنا نقلل يا جماعة ونقنن وعمرك ما هتقنني وإنت يعني عدا جنبك مثلا ابنك وإنت بس كالموبايل ما هو حبيبي عايز يعرف إنت ما سكى إيه؟ وده لتؤثر طبعا أن تشطط الانتباه والكلام ده؟ طبعا أي حد طفل بيجي لي عنده تشطط الانتباه أو عنده نقص في التركيز رقم واحد بقول لها ده طفل ده طفل اتعارض لشاشات إلكترونية كتير يعني إيه؟ بيشوف تليفزيون كتير بيشوف يوتيوب كتير طبعا في الأجهازة بيتفرقوا كتير على الكارتون يجي يخشوا الدراسة انتباههم واقع تقولي بلد قاعد مع المدرسة ويعمل بيعمل كده أي نوع كده تقوله حبيبي ركز معي تماما تتيجي تحلم عليهم ورك ما فيش بسبب سبب الإلكترونيات طيب اظهر مأخرا كده بعد السلوكيات العدوانية من الأطفال وخصوصا المراهقين إن طفل يقتل طفله ولا صديق في المدرسة يقتل صديقه وممكن كمان فيه تحرش ويعني سلوك عدواني غير أخلاقي إيه سبب؟ إيه الأسباب دي؟ أسباب تربوية تربوية البيت ثم البيت ثم البيت لو الأب والأم محافظين إن إحنا هنختلف أنا وإنتي هنختلف في قضتنا هنتخاني أنا وإنتي مش قدامي الأولاد ما فيش ألفاظ خارجة فتطلع لكن الطفل ما بيشوف إن فيه عدوان رقم واحد الأب ممكن يمدي إيد على الأم دي عدوان إنه يبدأ يشوف مثلا في نادي ولد بيدرب ولد المشاكل الزوجية دي من الأهم طبعا دي أهم نقطة البيت موضوع فكرتنا في الفكرة الثانية في حبيت أوضح النقطة إن شاء الله لأ هو رقم واحد البيت الأب والأم لو الأب هذي حتى لو هو عصري بسي قدر إن كان يكون قدام أولاده هذي الأم رزينة بيتعاملوا مع الإبن حتى في أسلوب التربية بالعنف يعني حتى العقاب ما عادش عقاب زمان كنا بنتعاقب بيمنع عن المصروف كان زمان كنا بنتعاقب بروح المدرسة يعني مثلا بروح دروس مكسافة كان ممكن يكتبوا لنا واجب كتير علشان ده نوع من العقاب ده نحن بنناشد فيه وشتام كمان غير غير أخلاقية غير أخلاقية ده حتى الطفل بيكتسب طب أعزين بقى علاج واضح لده يعني عايزي لسألة منك للأبهات والأبهات رقم واحد أنا لقيت أن ابني عنده نسبة عدوانية لازم أعرف لي حبيبي أجيب وأتكلم معي ممكن يكون غيرا من أخو الصغير ممكن يكون حزس ممكن يكون حزس أن هو الصغير وإحنا مفضلين اكتبين عنك شوية أتكلم مع بنتي ممكن تكون حاسة بنقص أنها مثلا بنقص حاجة ومش عارفة تقول ممكن يكون أنها شافت خلاف ما بين الأب والأم اكتسبت العدوانية ممكن يكون هي من جواها عايزة مثلا تتميز عن وحدة فتبدأ مثلا في المدرسة فتبدأ تتنافس معها ويبدأ يلجأ الأسلوب للعدوان أهم حاجة الأسلوب يكون مبني على الحوار من الأب والأم للطفل بعض المشاكل اللي بتخلع عندي بعض الأطفال نوع من أنواع التوحد والانتوقية والمروب من الواقع عايزي أعرف إيه الأسباب برضو الأسباب الجامعية للتوحد والانتوقية وبرضو عايزي أعرف علاجات حتى الآن حتى الآن جميع الدراسات والبحوثة اللي تعملت على مستوى العالم ممسكناش سبب للأسف للتوحد حتى الآن بعض بيقول وبعض بيقول جينات وراسية وبعض بيقول دي حالة نفسية وبعض بيقول دي منه الجنين في بطن الأم لكن إحنا حتى الآن ممسكناش أي حاجة تقوله أن التفلد عم توحد بسبب كذا ممسكناش لكن الأم تقدر يتلحظ ابنك من التوحد من سن سنة ونص بيظهر التوحد علاماته سريعا كده للأمهات التفل بيرفرف بأيديه التفل بيدور حواليه نفسه بيمشى على طراطيف أصبعه التفل بينور وبيكف في كبس النور دايما التفل بيلعبش بالعربية يقلبها ويفضل يلف في العجلة بتاعتها داير ما يدور التفل بيحب يرس اللعب بالطول التفل دايما بيعاية فجأة وبيضحك فجأة دي علامات لازم تقول أم أم أمهات وعية الأم عندها قوة ملاحظة لقيتي عند ابنك سلوكيات غريبة اللي ولد مش بيناغي اللي ولد مش بيتابعني لا فيش تواصل بصري بعينه اللي ولد بيعمل سلوكيات غريبة أجري أكشف وأطمن لإمن التوحد من الأمراض اللي لو دخلنا كيف تدخل مبكر بيتأهله بيقوزع الفل عايزين بقى يعني ابتكار وأفكار مبتكرة لابتكار أو تطوير مهارات الطفل وسلوكياته كمانا تمام حلوة يعني عايزين بقى نتغل في النقطة دي لأني فيه كتير من الأمهات سألوني في النقطة دي بالذات تمام وخصوصا للأطفال الشعائية يعني فرط الحركة شوية نتكلم الأول عن ترمية المهارات وعايزين بقى نتكلم الأول عن المهارات عن ترمية المهارات بصي بقى ترمية المهارات دي والله ما محتاجة أن أنت تروحي جيبي أدوات اللي هي بنجيبها بما بيليك ترمية المهارات دي والله أنا بشتغل حتى الآن بالاستراجيات دي مع الأطفال اللي عندي وبتجيب نفس النتائج اللي بيجيبها أدوات الغالية أول حاجة تنمية المهارات دي اشتغلي من عندك من المطبخ يعني إيه يا دكتور اشتغل من المطبخ يعني هتجيبي طبق مثلا في طبق في حبة مكارونة على حبة مثلا فسولية اللي هي النشفة دي على حبة فول مثلا وتعالي حبيبي نصنف تعالي نصنف نطلع المكارونة الصغيرة هنا نطلع الفول الكبير شوية هنا طيب تعالي نجيب حتة فل كده مربعة ونجيب عصاية الشيش توق بتاعة الفراخ نوقفهم بالطول ونحط المكارونة لإقلام ندخلها انت كده بتشغل الفاين موتورز بتاعة إيد ابنك بتعمله تواصل بصر الحركي انت بتنمي مهارات ابنك والله العظيم الدراسة دي بتتعامل فأمديكا بره عليها دراسات وحدك شغالة عليها في الوقت الحالي؟ شغالة عليها حتى فايلاتك أنا حتى الآن والله والله أنا كنت فعلا كان نفسي أجيب أدوات احنا حتى الآن بنشتغل بنحنا نفصل الحبوب ان احنا نعمل الدقيق ونكتب ونقلت يا جماعة أي أم انت قادرة تشتغلي مع ابنك من ست شهور نمي مهارات ابنك من ست شهور سيبوا الموبايلات سيبوا النيت سيبوا اليوتيوب سيبوا الكلام ده نمي مهارات ابنك ازاي يا دكتور ان انا أجيب صور اللي بتتباع في المكتبة الباكت بيتباع بستة جنيه بعشرة جنيه هاتي الباكت بتاع الصور حيوانات أرقام وحروف ووري ابنك أم من ست شهور هايفها الأدوات دي بتساعد بشكل كبير تقول لي هايفهم آه ابنك هايفها من ست شهور اشتغلي معاه هاتي قولي له دي ايه دي بطة دي ايه دي تفاحة وهاتي له مجسم التفاحة طب نقطع التفاحة طب ناكل التفاحة هي دي تنمية المهارات طب السلوك الأخلاقي بقى ازاي نحسن سوك لهم الأطفال وخصوصا من بداية الولادة يعني من أول كده زي ما بيقوله يعني هو السلوك الأخلاقي ان انت تبقي دايما حطة قصص ومعايير دايما بقولها لكل أم بالجلي وازاي كمان تعاقب في حالة الخطأ بالضبط ان انت تبقي أم حزمة مش قصية في فرق ما بين الأم الحزمة والأم القصية الأم الحزمة ان أنا بعيني أقعده وبعيني أوقفه يعني مقوله لأ لأ ومقوله لأ آه يعني إيه إني لما يبدأ يغلط في حاجة أسمعه عقاب قوعد استسهلي مد الإيد لأن أول حاجة هتعملي له كده لما تتدايقي هيجي قدامي الناس هيعمل لك كده بابا هيعمل له كده وهيدربه هيجي قدامي الناس للأسف الطفل ويدرب القب بالضبط أول حاجة تحطي كواعد يعني إيه كواعد يا دكتور يا أنا عقبي طب أنا هعقبه إزاي عندك حرمان من مصروف عندك حرمان من فوسها آخر الأسبوع من يروح لجده وتيتا إنه يدخلوا الأوضة ويتحرم لوحده في الأوضة طبعا ممنوع حرمان الأكل والشرب يا جماعة وإن إحنا نقفلوا النور والكلام ده كلام ده ممنوع خارج العقاب إنك ترجعي الأسلوب عقاب مع ابنك يخليه هو سيستم حياته ماشي معاك بكواعد عارف إن ماما ده بيزعلها مش هعمله لكن هنبدأ نلجأ بمد الإيد أنت كده دخلتي في الرعب الترهيب الخوف هنخش في الكذب هنخش في السرقة هنخش في أمراض نفسية كتير بيجولي بقى بعد ما بيكبروا في السن القواعد هي أنك تحطي أسلوب للعقاب خارج خارج عن نطاق الضرب طيب فيه بقى أطفال شائية فيه بعض الأمهات بقى بتختار ما بين هل الطفل ده شائي كعادة يعني أو ده حاجة عادية ولا ده فرط حرقة السؤال مهم فعجزين نعرف الفرق ما بين ده وده وعجزين كمان نعرف علاج الطفل اللي هو عنده فرط حرقة سؤال ده بنتسيل عنه كتير وكل الأمهات حبايب اللي بيسألوني دايما عن السؤال ده طيب كويس جدا تيجي الأم تقول أنا عندي ابني بيطلع وينزل بينط من الكنبة على الكرسي وابني ما بيعودش ورايح جاي بروح بالمكان ما بيعودش ثانية نابني مطلع عيني ومكسر الدوليب وبيضرف إخويته ده عادة فيه عام بيحصل حتى عندنا في البيت بالضبط تقول لي ده ده هو عنده فرط حرقة أقول لها لأ حبيبتي ما عندهش فرط حرقة تقول لي أقول لي أخذي ابنيك ومشي تقول لي لأ لأ ده هو ايه ده ما بيعودش أقول لها أنا هقولك إيه هو فرط الحرقة الطفل بيجري يجري يجري في الشقة ويرزع نفسه في الحيطة طفل جسمه كله كدمات من كتر ما الطفل بيرمي نفسه على الأرض والطفل للأسف مش حزز بالوجع الطفل ممكن يمسك فضى يعني والي عازه بالله ينزل بيه على رأس أخوه ويجري على المستشفى طفل فعليا لو روحتي بيه مكان رجلين ما بتوجعوش من الحرقة ما بيعرفش يعد ده كده تصنيف الطفل لا الافتلاف بقى ما بين الطفل العادي وفرط الحرقة أسألها السؤال بيجي نام تقول لي يا دكتور ما بينامش بينام ساعتين ثلاثة ماكسمم ويزح تاني وعنده استعداد يكمل عشرة ساعات تانية يبقى إيه هو الفارق يا جماعة كل أم لو ابنك بينام بيجيب الستة وتمان ساعات يبقى ابنك طفل شائع عادي ابنك زي الفل لو ابنك حسن دام السلوكيات غريبة فيها أزل نفسه والآخرين وما بينمش يبقى الطفل ده عنده فرط الحركة أتوجه سريعا لطب نفسي أطفال أو مخ وأعصاب أطفال مش مخ وأعصاب كبار نحن برضو بنختلف في الحتة دي مخ وأعصاب أطفال بيبقى أفضل والعلاك عايزين نعلك الطفل فرط الحركة أنا بقولك على حاجات أنا هقولهم خالحالات الحاجات اللي احنا بنعملها مع بعض أول حاجة بقى منع السكريات نهائي للأسف هتمنعها فترة مثلا مش أقل مثلا من شهر هنمنع السكريات والشوكولت والكلام ده خالص من حياته في أطفال برمناعها من ستة بالليل لكن فرط الحركة الزايد لأ هتمنع السكريات نهائي تاني حاجة هتنزل رياضة لازم تلعب رياضة مش تروح تلعب كيك بوكسنج بقى يعني هتخانق معاجي فعلا كيك بوكسنج والحاجات اللي فيها عنف لا أفضل رياضة لطفل فرط الحركة السباح تمام تمام في مشاكل بقى وبيعاني بقى حتى الشباب مش المراقلين بس هي اللدغة 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 بقى إيه السبب؟ معاني اللدغة نشافح حلوة يعني ميزة حلوة هي اللدغة جميلة عايز أعرف إيه السبب وعايز أعرف علاجها برضو تمام خينا نتكلم إن اللدغات عموما خلينا نتكلم بس أقول معلومة سن اكتساب اللغة للطفل من سنة ونص لست سنين من سنة ونص لست سنين قال عندي مساحة إن الطفل يجيله لجلجة يجيله إبدال في الحروف يجيله لدغات يجيله تحتها بس سيبه برحته وصلنا للست سنين وابني لسه عنده تحتها أو لدغة أتوجه فورا يعني من سنة إلى ست سنين نسيبه برحته لحد ما هو قين وضعه ما تروحيش لدكتور بالزبط كده لسه حبيبي بيكتسب اللغة اللغة أه فعلا لو وصلنا لست سنين ابنك بعدك ست سنين خلاص معاه حروف فيها إبدال أو حسف أو لدغة أتوجه لإيه؟ للتخاطب على طول تمام لأنه بيقى في مشكلة في ضعف عضلة اللسان محتاجة أنها تقوى وتمارين عضلة الفك واللسان فده يبقى مسؤولة عن دكتور التخاطب يفاهمك كل حاجة برضه طيب إزاي بقى أن ينام اللغة ده عندهم اللغة نفسها اللغة نفسها وخصوصا اللغة العربية لأن بعض الأطفال دلوقتي حتى المصريين تلاقي عندهم الإنجليش ما أنا قدر حضرتك بقى هي اللغة الإنجليش أو الإنجليزية متاخدة من اليوتيوب من الحاجات التي بنعرض عليهم كتير أنك تنمي عندهم اللغة أنك تتكلمي معهم والله العظيم هو أنك تشغلي الكرآن أنا لما بشغل الكرآن مثلا كله والله وأحد وتفضل مثلا تقيد وتزيد فعليا في نفس اليوم بلاقي دي أنت الصغيرة خلاص بتقولها ليه؟ تكرار السمع يعني شغالي في السمع كده وعلى الموبايل بتاعك وركني يعني ويزيد في كله والله وأحد واسيب إبنك هتلاقي إبنك بالسمع لقط عشان كده بقول لك أنت لما تسمعي أجنية وتحفظيها تسمعتها كذا مرة فإبنك هيلقط اللغة من السمع يعني عايز بقى رسالة أخيرة لكل أمهات لأنه للأسف قربنا لنختم الفقرة الأولى رسالة لكل أمهات خصوصا من بداية وللأطفال خصوصا من بداية الولادة تمام؟ اللي هما لسه مقبلوش المشاكل اللي هما لسه متجوزين اللي هما لسه بيبدأوا حياة جديدة عشان خاطر يبقى أولادهم على في مرحلة الطفولة الصحية والسوية تمام لسهل لكل أم وكل أم حفظوا على بيوتكم بلاشي خلافات الزوجية تكون قدام الأطفال أرجوكم أرجوكم نقلل نقلل من اليوتيوب ومن الموبايلات ومن الإنترنت ما ترجيش ابنك على أي حاجة محتوى أنت مش عارفة مضمونه ما ندخلش اللغة الإنجليزية في سنة مبكر ما تخليش أخصائي يتحكي عليكي أنت أحسن من ميد أخصائي أنت اللي هتعلجي ابنك بإيدك ابدأي من وهو في بطنك سمعي الكرآن احكي له القصص آه سمعيك ومن ست شهور ابدأي اشتغلي معاه وبإذن الله إن شاء الله كده إن شاء الله ما بقاش فيه أي اضطرابات سلوكية دكتور سامال مصد استشاره أسر وأخصائي التخاطب والعلاج النفس للأطفال المراكنة أشكر حضرتك على الفقر لستفقنا جدا من حضرتك مشاهدين الكرام فاصل ونرجعتين فقرتنا مع ضفنا في فقرة قانونية شكرا